ده الجزء الثاني من حكاية المنسي أول حاجة أحب أشكر كل الناس اللي بعتتلي فيدباك بوزيتيف أو نيجاتيف ما تفرقش معي شكراً ان انت سمعتني وشكراً ان انت قلتلي رأيك وأنا كل الناس اللي بتكتب تعليقات على فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب أنا بقرها كلها في ناس بعتتلي على الخاص على تويتر اتكلمت معي سألتني في حاجات فأتوجه لهم بالشكر جداً وحاول ان انا ارد على كل الاسئلة وفيه برضو واحدة واحدة بس بصراحة ما جاليش خنقات كتير واحدة دخلت تشتم وتقول انت عملت حكي حكاية قهاوي وتهري وحاجات كده وما هيش لجنة يعني حدش بقي يقول لك لجنة لا ده هي ده واحدة رأيها يعني بس هي عرضته بشكل غير لائق شوية وانا بالنسبة لي يعني اللي عايز اقوله هقوله اللي عايز يسمع اهلا وسهلا اللي مش عايز يسمع الحلو ممكن تعملي بلوك خلص ما فيش مشكلة يعني ان شاء الله هيسمعني خمسة احب ان انا الخمسة اللي يسمعوني دول يكونوا مبسوطين من اللي هم يعني ما حسوش ان هم ضيع وقتهم يعني فعلى حكاية الحكايات لا ده انا هحكي وحكي وحكي يعني هو انا بحكي عشان خطري انا بحكي عشان خطر مصر هجت علي خلينا نرجع لقصة احمد المنسي مكان موقفنا والمعركة بتاعة مجلس الوزراء واللي حصل فيها اللي انا حكيته بالظبط زي ما احمد المنسي حكيه لي في حاجات تانية كتير احمد المنسي كان بيتكلم معي فيها لان هو كان شايف ان انا ثوري ومن خلفية عسكرية برضو فاهم الدواخل بتاعة اللي بيحصل جوه ايه وفي نفس الوقت بقت مدني واخت صف الحكم العسكري فخليني بس اوضح شخصية احمد المنسي الجانب اللي انا عرفه يعني وزي ما انا قلتها وجهات نظر احمد المنسي هي زي حكايات الغريب كل واحد يعرف راجل ده اتكلم معاه او اتعمل معاه او عشره حيحي قصة من وجهة نظره بناء على تعاملات الشخصية دي معاه يعني شخصية البطل الشهيد احمد المنسي احمد المنسي مش بس شهيد احمد المنسي بطل وهناعرف ليه مع بعض الحاجة اللي كان احمد المنسي لاحز ان انا كنت مدايق منها جدا برضو ودخالي تكلمني وكان دايما لما يلاقيني كده شايفني انه انا مأفور يعني او معدي لحد الطبيعي كان يبعتلي عشان يفهمني فلما حصل موضوع تيرانوس انفير الله يرحمه وقال لي انا ضد اللي بيحصل ومش عاجبني وهي يعني مش بالمنظر ده وخصوصا ان القضاء كان قال كلمته كلام ده قال له حسن مبارك برضو انما سألوه على الجزيرة قال لهم هو قضاء قال ايه قال له قال مصرية قال تبقى مصرية يعني حسن مبارك نفسه قال كده فاحماد منسي كان بالامانة اللي هو الهولي على موضوع تيرانوسنفير النهاية هم كانوا بيطلعوا الخدمات اللي بيامن جزر تيرانوسنفير هي وحدات الصاقة فبيقول لي بامانة ان احنا لما كنا بنبقى واخدين الاوامر يعني وحدات الصاقة ان هم بقى مين المجموع اللي هتروح تأمن الفترة اللي جاية انا طبعا ما دخلتش في التفاصيل لانما لا بحرجوا بقى سئلة ولا انا يهمني عرف الديتيلز والكلام ده فخليه على قد المسموح في الكلام بيه فكان بيقول لي ان هم معروف عندهم في الصاقة ان هم قيللهم من زمان ان تيرانوسنفير هي جزر سعودية يعني احنا احنا اللي بنأمنها واحنا المسؤولين عن تأمنها لكن هي في الاصل جزر سعودية فهو ده اللي هم قيللهم في دماغهم هو ده اللي هم مبرمجين الجيش عليه او القوات اللي بتأمن سينا وان احنا المدنيين مش فاهمين الدواخل ومش عارفين ومش عارفين ولكن هو راجل كان بيقوم بدوره بيقوم بشغله وما كانش عاجبه الاسلوب اللي بيتسلم بيه الجزر على غصبا عن الناس كلها لكن شاركني بايه للجيش كان بيقوله لهم جوة عن الجزر دول الا وهي ان هي جزر سعودية فده كان رأيه في موضوع تيرانو سنفير بالنسبة لاراءه السياسية احمد منسي كان الراجل متدين لكنه ضد الحكم الديني كان ما بيحب مش عاجبه حكم الاخوان وهو عسكري ولكنه ضد الحكم العسكري يعني هو زابط ولكنه ضد الحكم العسكري هو مش ما تقدرش تقول عليها تناقضات وانت تقدر تقول عليها ان هو راجل وااخد صف الحق شايف ان مش من مصلحة البلد ان استمرار الحكم العسكري نظرا للمشاكل المصحوبة بيه وهو برضو ضد يعني متدين وكل حاجة الراجل ما كانش يعني بيعمل اي حاجة حرام تذكر يعني ولكنه ضد ان هيمنت العمة على الحكم او الحكم الديني فهو عشان كده مش بس ضد الحكم الاخوان او ما كانش مع حكم الاخوان هو كمان كان ضد الحكم العسكري هو كان نفسه البلد تبقى مدنية زي زي معظم الناس اللي نزلت الثورة وزي معظم الناس اللي كان نفسها تشوف تغيير حقيقي او يكون هو ده الجيل اللي غير المسار اللي مصر محطوط عليه عايز ارجع لفترة اللي قبل احمد منسي ما يستشد كان فيه حادثة برضو احمد منسي كان انا قمت لقيت برضو النت مقلوب عليها وكان احمد منسي بطالها احمد منسي خد رصاصة في كتفه وقمت لقيت النت كله مقلوب وبعتله وقلت له حمد الله على سلامتك يا بطل والحمد لله جات سليمة يعني كنت طبعا قلقت عليه احمد منسي احنا يعني كنت بتكلم مرة مع واحد دفعتنا يعني بعد ما استشد وقلنا ان احمد منسي كان ابن موتة يعني هو رايح لأضاب نفسه الكتيبة اللي احمد منسي كان مسك قائد الكتيبة اللي موجودة في سينة دي قائد الكتيبة اللي قابله كان اسمه رامي المقدم رامي رامي برضو كان استشد في اقل من سنة قبل احمد منسي واحمد منسي كان خلص شغله في سينة ورجع على على قيادة وحدات الساقة وكان مش طايق نفسه شايف ان هو مكانه مش قادة وحدات ساقة مكانه ان هو في سينة بيدافع عن مصر هو كان بيقولي كده انا معرفش اروح المكتب وارجع الشغل كل يوم انا شغلي عمليات اروح اخلي بالي انا احب اشتغل هناك فالمرة دي احمد منسي يفضل هو اللي يسعى عند القيادات بتاعته ان هو اللي يمسك الكتيبة مظهر بعد المرامية استشد وكوننا عارفين ان الموضوع مستمر يعني الضرب مستمر الهجوم مستمر وبالتالي وجود احمد منسي في المكان ده في المنصب ده هيخلي دايما مستهدف من الناس اللي موجودة في سينة من الارهابين الموجودين في سينة هو من ساعة لما راح سينة احنا يعني الموضوع بالنسبة لالناس اللي عارف احمد منسي كويس ما بقاش احمد منسي هيرجع بالسلام ولا لا بقى احمد منسي هيستشهد امتى لان الفترة دي كان كتير من اللي بيروحوا في سيناء بيروحوا والمكان ده البوزيشن ده بالذات مستهدف واحمد منسي كلنا عارفين ان هو قلبه قاعد يعني فحيحط نفسه في الموقف اللي هينتهي به ان هو هيكون شهيد عن طيب خطر فعشان كده انا قلت فان ان احمد منسي الشهيد البطل مش كل شهيد بابا استحمد منسي بطل احمد منسي رايح سيناء وعارف هو رايح يعمل ايه وراح يقابل مين وراح يخلص شغله اللي وراه في شوية حاجات الفترة اللي فاتت اتكتبت على النت زي مثلا المقارنة اللي اخدوا امير قرارة في المسلسل اللي هو تكلفة امير قرارة الواحد وحداشر مليون جنيدي مش تكلفة المسلسل دي تكلفة امير قرارة لوحده ويقارنوا بين داخل امير قرارة وداخل زابط الجيش انا طبعا ضد المقارنة دي لان زابط الجيش مش بتاع بروباجاندا وماديا واعلانات والكلام اللي احنا بنشوفه في الماس ماديا زابط الجيش شغلته زابط الجيش لكن امير قرارة راجل ممثل مشهور معروف مسلسله متباعة يعني بيدخل فلوس بيدخل ربح فيه اعلانات بتدخل ربح وبالتالي الراجل ده هو دي شغلته طبعا تكلفة المسلسل لما يبقى ممثل واحد واخد له احداشر مليون يعني يعني لو قلنا بقية المسلسل كله تكلف عشرين مليون كمان يعني بالميت كده المسلسل ده ممكن يبقى متكلفه ثلاثين انا ما عرفش طبعا يعني بس متكلف عشرات الملايين من الجنيهات وده مش واجه اعتراضي لان مسلسل متباعة وحيتشافه انا اللي هي واجه اعتراض على نقطة تانية الناس اللي كان بتروح في سينة دي وبتتقتل هناك وبتستشهد هناك ليها طريقة ان هي ما تموتش الموتل سهلة دي يعني ليها طريقة طريقة دي ان انت بتبقى انت اللي ركب الجو بمعنى ان واحد زي احمد منسي قاعد في المكان اللي هو كان قاعد فيه ده مفروض يبقى فيه تمركز لقاعدة جوية بتخدم عليهم هو الوحدات التانية اللي هي المنقطعة عن الوحدات الكبيرة وحدات خارجة لوحدها في الطل مفيش حد مقمنها يبقى المفروض ان كان يبقى معمول خطط لتخطية الناس دي وهي موجودة في الطل الوحدها من غير اي حماية بحيث ان يحصل هجوم على وحدة تبقى خلال خمس لسبع دقايق فيه طيارة ركب الجو في المكان ده وبالتالي انت عندك الغلبة الجوية وبالتالي اي هجوم حيتم انهاءه في دقايق لكن كمية الهرتلة اللي طلعت في الفترة دي من بيانات رسمية مع احترامي يعني للراجل المتحدث العسكري اعتقد هو الدفعة تسعين بيانات الرسمية اللي خارج عن وزارة الدفاع كانت هزلية يعني زي منع مش عارف ايه اجهاد اه العملية الارهابية الارهابيين من القيام بمهم التخريبية ومعدها بيومين راحوا الارهابيين منازلين فيديو للعملية داخلين قتلوا وخلصوا ومشيوا محدش قالوهم انتوا راحين فين ولا جاي منين خلصوا عليهم بلكامل ومافيش دعم ووصلوهم فانا كان رأيي ان يعني لو كنا احنا بنحط الحاجة في مكانها الصح وفي قيادة مظبوطة للعمليات وفيه تخطيط للعمليات وفيه رغبة سياسية في انهاء الوضع في سينا علشان ما يمتلناش ناس هناك اكتر من كده كانت الملايين اللي تتصرف على المسلسلات دي اتصرفت على تأمين القوات في سينا وبالتالي بدل ما كنا بنعمل مسلسل الشهيد احمد المنسي كان ممكن نبقى بنعمل مسلسل لعرض بطولات قوات الساقة اللي قدرت تقضي على الارهابيين في العملية الفلانية اللي حصلت يوم سبع سبع الفين وسبعتاشر ده رأيه يعني ارجو يعني ما يكونش الموضوع ده مدايق حد ومن الموضوع ده احب اتكلم في حاجة صغيرة هي المشاكل اللي بين اهل احمد منسي نفسهم ما بين والدته واخواته اللي محدش رجع لهم خالص في تصوير المسلسل وبين مراته اللي ناس تقول لك ايه الجيش الده مش عارف شقة في الاسماعيلية الجيش مش عارف الدلها ايه وانا شايف ان هي بصراحة يعني سنجل مام وزوجة شهيد استشهد ايا كان اللي حتقدر تتحصل عليه لان ايا كان اللي يعني اللي هتاخده يا فلوس هتتصرف فايا كان اللي هتقدر تتحصل عليه مقابل ان هي تقدر تربي عياله بشكل كريم وشكل محترم ده يعني ما حدش يقدر يلوم عليه فانا بقول كده مش مش باخد صف اه مراته او باخد صف امه او وجه متبني وجه نظر اي من الاتنين يعني اه بس معروف يعني حتى يقول لك ام الشهيد يعني الشهيد ده اول حد بترجع لامه فازاي تصور مسلسل عن قصة حياة البطل الشهيد احمد المنسي من غير ما ترجع لامه الزوجة هي وجهة نظر واحدة ممكن واحد تاني دفعتنا يبقى يعرف احمد المنسي كويس يتكلم ممكن نلتقي انا وهو في رأي ممكن نختلف انا وهو في رأي لكن هو هيحكي قصة احمد منسي من وجهة نظر تانية فانا كنت معا ان امه تبقى او دخلة في القصة بتاعت احمد منسي وهي بيتم الصياغتها علشان تبقى عمل فني وفي نفس الوقت انا مش ضد ان زوجته يكون لها اي نوع من انواع التربح من الموضوع لان هو ده قصة حياة جزها اللي هي تبقى مامة ولاده يعني هي المسؤولة عن مستقبلهم وزا كان هم دلوقتي اطفال فطبعا مستقبلهم لسه مليان حاجات كتير يعني قبل ما يوصلوا ان هم يبقوا معتمدين على نفسهم بشكل كامل يعني في نقطة مهمة بس قبل ما اقفل الحلقة بتاعت احمد المنسي ان القصص اللي انا بحكيها دي مش مش معناها ان انا بسلي وقتك وخلاص انا عايزك عايز المستمع للكلام اول حاجة يقيمه يوزنه شوف كلام ده منطقي ولا واحد قاعد بيتكلم وخلاص وبعد كده يقرأ اللي ما بين السطور يعني انا مش لازم اقعد ده مش درس فيزياء المفروض الناس اللي بتسمعني الناس كل واحد عنده مخه وكل واحد بيشوف الحاجة بطريقته انا حلل الكلام اللي بيتقال الكلام اللي انا بقوله يعني ان في زباط جوا الجيش غرضين على النظام ومع ذلك بيقوموا بشغلهم وبيسمعوا الاوامر لان هدي شغلتهم ده دي حاجة ممكن انت تستشفها من وسط القصة ممكن تستشف من وسط القصة ان في مشاكل في ادارة العمليات في سينة وان سينة مابتدرش بالشكل الصح وهو ده اللي بنخلي ان في دايما استمرار في الضحايا وبقى ان ست سبع سنين مفيش سيطرة على سينة لغاية دلوقتي زي ما يكون مرتب لها ان الوضع يكون بالشكل الفلاني اللي احنا شايفينه حاليا وان اهل سينة يكونوا بيعانوا بالشكل اللي احنا نعرفه لو اي حد فيكو يعرف اي حد في سينة يقدر يتكلم معه ويعرف يسمعوا عن معاناتهم اليومية عاملة ازاي الموضوع كبير ممكن بنتكلم فيه بعد فالقصص اللي انا بحكيها هي مش بغرض التسلية انا بحاول انقل فكر معين اتجاه معين جوا المؤسسة العسكرية او ازاي بيتم توجيه الافراد داخل المؤسسة العسكرية علشان تشوفهم انت بالشكل اللي قد تكون راضي او جر راضي عنه كأحد المواطنين المصريين كواحد بتخاف على بلدك وبتخاف على جيشك وبتخاف على على مستقبل البلد وبتخاف على ولادك ونفسك البلد دي كلها حاجة كويسة في المستقبل فعشان نقدر نغير أي حاجة لازم نفهم ممكن أنا كن أنا وجهة نظري تقدر توصل فكرة لحد الحد ده ممكن يطلع له فكرة نقدر يكون لنا تأثير سياسي على النظام أنه هو يبتدي يواجه إمكانياته بشكل معين بحيث أنه هو يخدم البلد حسب ما يطرقه للشعب مش حسب ما يطرقه للحاكم أحب أشكر كل الناس اللي سمعتني النهاردة وأتمنى أن الكلام ده يوصل لأكبر عدد من الناس حتى لو مش دلوقتي ممكن لما المسلسل يتعارض الناس تخش تدور وتبتي تسمع وجهة نظر تانية البطل الشهيد الزابط الجيش السوري المؤدب الخلوق اللي كان بيتمنى لبلدنا زينا أن هي تطلع من اللي هي فيه وأن يكون لها مستقبل أحسن من اللي احنا كلنا شايفين وأحب أن الناس كلها تعرف أن أحمد المنسي شخصية غير تقلدية تماما شخصية يعني فريدة جدا من نوعها خارجه وعملاق وداخله طفل بريء جدا 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 سن تضحك معه من قلبك وتتكلم معاه وعايز تقوله سر عارف أن سرك في بير يعني شخص موصوق فيه ومحترم ومؤدب وخلوق ومليان صفاك كتير أكيد هو فيه عيوب بس العيوب دي أنا شخصيا ما شفتها ممكن حد تاني تعمل معاه بشكل أقرب مني شوية أو شويتين وقدر يوصل لإيه العيوب اللي عنده اللي محدش شايفها دي فأحمد المنسي كان إنسان كويس جدا وكان إنسان طيب جدا والله أرحمه ده فخر لي وفخر لكل دفعتنا وفخر لكل الناس اللي عرفته أنه هو يكون بيتم تكسيده وفي عمل فني إن إحنا نقدر نوصل إن فيه واحد زي ده كان مقبوط في وسطنا بس محدش حاسيس بيه أنا شايف إن المسلسل حيبق معمول عن المقارنة بين أحمد منسي واسمه إيه التاني هشام العشماوي وعتبقى بغرض لإظهار يعني هشام العشماوي الضبط الوحش اللي بيعمل عمليات إرهابية ضد بلده وفي حين النظابة الكويس اللي بيعمل بيحاول يحمي الوطن وبيحاول يحمي بلده والحاجة اللي مش هيقول لك عليها إن الاتنين زباط ثوريين أو الاتنين مش على نفس الموجة بتاعت النظام بس واحد قرر إن هو ياخد الموضوع إن هو يحارب النظام بنفسه واحد قرر إن هو يحاول يغير الواقع من جواه شكراً لكم وهقبلكو إن شاء الله في حلقة تانية الإسبوع الجاية يلا موسيقى 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 موسيقى